الحمد لله مبروك يا كابتن ربيع مبروك يا أستاذ أحمد ألف مبروك وكل الناس بتعبت واحنا وإحنا بنتصر اتعبنا برضو والله يا أستاذ أحمد أولادة متعصرة التعب للفرحة بتطلع بعده أكبر وأطعم وأحلى ولها معنى يعني احنا الحمد لله ربنا نصرنا بظروف صعبة جدا 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 استاذ أحمد عايز أقول لحضرتك لو قديت كده عنوان لفرحة مصر النهاردة والولادة المتعصرة والصرخة احنا في صرخة حصلت ان احنا نطلع لكاس العالم ربنا نصرنا لحاجات كتير الشعب محتاج يفرحوا استاذ أحمد سبحان الله شوفوا من مطش وغندا وغانا كانت بشاير المصر صراحة كان ربنا رايب لنا سبحانه وتعالى ان احنا نصل الى جاس العالم نرأت ان خلاص يعني ثلاثة اربعة دقايق والمطش انتهي وخلاص يعني بس والله لم يتسلل الأحباب الينا انا ومحمد الصاوي زميدي وبيتفرج معايا اللي عادنا نضرب ببعض ونبس ببعض ما تسللش لأس اللحظة وبعدين نيأس ازاي واحنا معنا ربنا سبحانه وتعالى ومعنا لعيد اسمه محمد صلاح وعشرة زميله والاحتزاطي كلهم بيحبوا طراب هذا البلد والجمهور العظيم اللي كان بيشجع وحاضر واللي في البيوت واللي بيدعي واللي بيصلي فكان يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الجمهور يا سيد احمد ده هو الجمهور اللي بيصنع الفارق يعني محمد صلاح والجمهور الصراحة الجمهور ده طبعا هو اللي خلى بعد يعني بعد ما استخبالنا هدف التعادل وصدمته التشجيع الكبير هو اللي رجع مصر مرة تانية للماتش والله اللي رجع عنا ربنا سبحانه وتعالى بمجهود اللعيبة والجاز وكل الناس واحنا النهاردة في عيد يعني ده شهر اكتوبر شهر العبور شهر العبور فعبرنا برضو لغاية مصلنا الروسيا يعني احنا المرة اللي فات عبرنا قدينا الضخفة الشرقية المرافية عبرنا لغاية روسيا كمان الحمد لله رب العالم فرقة الواحد كأنه يعني النهاردة خده سامن استعقاب من الدرجة اللي قلت من الفرحة والله مبروك نماز عايزين رسالة للجمهور يا كابتن يا أستاذ أحمد بقول الجمهور العظيم ده اللي بيحب بلده واللي رح شجع وقعد وتفرق وانتهى الماتش وكله بيبوز بعض وبيحب بعض وبيسلم على بعض الجمهور ده هو الطريق الصح اللي عودت الجماهي المرة أخرى للمباريات معنا عندنا جمهور مفيش زيه اهو نحضر بقى المباريات بتاعت الدوري بقى في الجمهور عشان ده هيسخن اللعيبة أكتر وحيطلع النجوم كتيرة والكرة تتقدم والصورة الحضرية اللي هما ظهروا بيها في المنتخب تظهر بقى في المباريات بتاعت الدوري واللي يكسب مبروك واللي يقصر له الأرضات وكده يعني لازم يبقى عندنا حب البلد بصورة عملية مش بالكلام الجمهور النهاردة أثبت انه بيحبه وبيعشق بلده بكده أستاذ أحمد كابتل مجدى عبدالغاني ان شاء الله بقى حد من عندنا اي حد حتى لو عصاننا حدر يجيب جوب عشان بقى ما يضاش مجدى عبدالغاني يقدم فنقابة المسينة عشان يشتغل ممسكة اللا يتنظر مش حينبعنا في الكرة ولا في التحليم هو خلاص دلوقت يقدم عندنا في النقابة هنعمل له اختبار تمثيل ونشوفه ينجح ولا لا لا بسه ينجح هينجح أستاذ عبدالغاني يمواف وكبيرك وبعدين يعني هو بقى الوجونه هو سبع عشرين سنة خلاص ان شاء الله نشوف بجون تاني لا ده بجون قدم خلاص ذا لا عندنا بقى لعبة تانية حد تاج الاجوان في كاتل العالم ان شاء الله من شئة الله ومبروك لمصر والرئيس مصر وشعب مصر العظيم ألف ألف مبروك أستاذنا الجميل وفنن الجميل وأستاذ أحمد بدير باشكر حضرتك وألف ألف مبروك فرحة حلوة كابتن ربيع فرحة حلوة ترجمة نانسي قنقر